منذ 2006 إلى 2024 حزب الله صار جيش اليوم ما بقى في حدن الجنوب فارغ من الجميع ما بقى في شعب ما بقى في ناس اليوم الثقة عمياء بالجيش اللبناني مشاهدي الفضائي سرويو تيفي ومتابعين عبر راديو سرويو أف أم وصفحة سرويو تيفي لبنون الليلي نحن معكم ضمن برنامج بكل حرية مع عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق للاقتصاد البروفيسور ألان حكيم شكراً لأستئبالنا بروفيسور أهلا وسهلا فيك بالمشاهدين أكيد شكراً بمقابلات سابقة يعني كم مرة المحت إلى الظروف الكارسية اللي نحن رح نوصل إليها وللأسف وصلنا إلى هذه الحرب التي تدمي قلوب اللبنانيين شو رؤيتك عنا لوين وصلين في هذه المرحلة الصعبة اللي عم بعيشة لبنان عنوان الحرب اليوم على لبنان هي حرب عبثية وهالحرب العبثية المسؤولية المطلقة لإطلاقها هو حزب الله من هالمنطلق اليوم الكارس اللي نحن فيها وقعين فيها هي مجموعة كوارث كوارث بيئية اجتماعية اقتصادية مالية إنسانية يعني المجموعة الكوارث هو يتلخص بأرقام الرقم الأول هو عدد النازحين اللي هو تقريبا بين السبعمية والتسعمائة ألف شخص تقريبا حسب الأحصاءات لأنه ما ننسى أنه في نازحين نزحوا إلى بيوت ملكينون قبل بوقت على كل حال بعد الأمور غير دقيقة يعني الأعداد ولكن العدد لو سبعمائة ألف لو ستمائة ألف لو خمسمائة ألف على العدد السكاني للبنان هو هائل وهو حجم مش بسائل ولكن ضغط اقتصادي ومالي على المجتمع اللبناني بدنا نعرف أنه الكثيفة السكانية بالكيلومتر المربع كانت ما قبل الحرب عالي جدا من تحت رأس الوجود السوري في لبنان واليوم مع الكيرفة هذه الكثيفة السكانية صارت لا تطاق على الصعيد الديموغرافي الاجتماعي عامة هل عندكم تخوف من مخطط جديد يعني لإبعاد الجنوبيين عن قراءهم عن بلداتهم اللي عم نشوف اليوم إسرائيل عم بتكون عم بتدمر قرى بكاملة هل سيكون هالموضوع له يعني رابط آخر لمخطط آخر على اللبنانيين؟ اليوم تنقل التنقل يعني واضح جدا على الصعيد العام خاصة من ناحية محو فوق 29 أما 30 ضيعة بالجنوب الهدف الأول لإسرائيل واضح وقالته عدة برات هو شريط آمن شريط حدود واسع خالي من أي وجود إن كان للأهالي وإن كان للسلح وإن كان لحزب الله فأذن هذا الشريط الأمان لعدم سماح لحزب الله للوصول إلى الحدود الإسرائيلية هو الهدف الأول وهيئته واصلين لهدفهم وعملوا اللي بدهم يعملوا لأنه كان واضح من دخولهم إلى الأراضي اللبنانية أنه كان دخول مؤقت هذه الجيوش كانت تتنام بإسرائيل وليس بلبنان عامة فأذن تفوت تعمل عملياتها تنسف هالضياء تخلص من هيكلية البنية التحتية والهيكلية حزب الله الميدانية وتنتقل إلى إسرائيل أما ترجع كمان غويدا غويدا على صعيد ضيعة من بعد ضيعة إلى إنهاء المنطقة كاملا وخلق هالمنطقة الأمنة للحدود الإسرائيلية من هالمنطقة اليوم حسب المستجدات انتهت العملية الإسرائيلية على صعيد لبنان وتمشيط الأراضي عن نحكي وتمشيط الأراني وتمشيط الأراضي وتنظيف البنية التحتية لحزب الله اللي كانت موجودة على طول الحدود اللبنانية من هالمنطقة كمان فينا نحكي عن مبادرات للتوصل إلى حلول لهالحرب اليوم بروفيسور يعني على ما يبدو من الواضح أنه حرب تموز 2006 مغيرة كليا عن حرب أيلول 2024 اليوم الإسرائيلي رايح في هذه الحرب وكأن حرب ضروس حرب وجودية لأله لكيانه لحضوره هذه الحرب يعني عم نشوف أيضا يعني حرق الأراضي الزراعية بالفوسفور وهيدا دليل يعني منموم عشر سنوات لإعادة استثمار هذه الأراضي يعني كل هذه المتغيرات اللي طرأت والفارق بين 2006 و2024 شو هو برأيك؟ الواضح أنه اليوم أولا من بعد حوالي السبع أكتوبر اللي صاروا بكتاء غزة إسرائيل تعتبر هذه الحرب حرب وجودية هيدا واضح 100% والبرهان هو تقبل إسرائيل أعداد الضحايا ضمن إطار الجيش الإسرائيلي وضمن إطار المجتمع الإسرائيلي من ناحية الصواريخ والقصف المتبادل هيدا واحد من ناحية تاني ما لازم ننسى أنه اليوم كنا عم نحكي نحن عن مقاومة وكانوا عم بيحكوا عن مقاومة أصدا وكانوا عم بيحكوا عن حرب جرلا يعني يعني مقاومة المحتل في الأراضي وليس مقاومة المحتل على الحدود يعني حزب الله ما كان عنده الإمكانات أنه يكون جيش بوجه جيش منذ 2006 إلى 2024 حزب الله صار جيش وصار يهدد إسرائيل من مستوى دولة إلى دولة من مستوى دولة إسرائيل إلى دولة حزب الله والعكس الصحيح من بعض هالحرب اللي صارت اليوم رجع تقلص حزب الله ورجع إلى ما كان إليه اللي هو حرب عصابات حرب جرلا بسموها ومقاومة على الأرض اللبنانية ولكن بوجه من؟ لأن الإسرائيلي متماقلنا عم بفوتوا عم بيظهر ويقوم بواجبه بوضع أرضا الضيعة اللبنانية وبتكبير المساحات الأمنية بينه وبين حزب الله فإذا غياته موجودة وغاية حزب الله هو التصدي نوعا ما على الصعيد الميدان ولكن دون جدوى لأنه حتى اليوم ما فيه هالنتائج المهمة على الصعيد الميداني من هالنعيه دي من هالمنطلع كمان بدنا نكون واضحين أنه حزب الله شو ما يعمل شو ما يقوم فيه من عملية لو كانت ضئيلة جدا يعتبرها نصر لأنه يعتبر أنه هو قدر يوصل للجيش الإسرائيلي وعملها العملية النجحت وانقصرت ويعتبر أنه هيدا انتصار بموجب منظومته بموجب تفكيره الميداني يعني اليوم هلبفها من كلامك معالي الوزير أنه حزب الله غير وجه المقاومة اللي كان عليه من الالفين وصولا إلى الالفين الالفين وستة واليوم يعني هو يقاوم دعما لغزة يعني إسنادا لغزة هل تغيرت وجوه المقاومة لديه برأيك نسبة لللبنانيين عم نحكي في الداخل يعني أولا حزب الله بلش كمقاومة على الصعيد الداخلي بأفكار أكيد دينية وشمولية بالتطرق على الصعيد الاجتماعي والشعبي وانتقل من هالمرحلة خاصة من بعد 2007 ومن بعد اتفاق الشهير اتفاق مرمخيل انتقل إلى مرحلة خطف الدولة اللبنانية من هالمنطلق هيدا وصل إلى حد دويلة داخل دولة وحكينا عن هذا الموضوع عدة مرات وانتقل من مرحلة كمين مرة حرب الشوارع وحرب التصدي للمحتل إلى جيش كامل يهدد عبر الحدود دول أخرى ما ننسى التدخل حزب الله بسوريا وجود حزب الله بجميع المناطق تحت الاحتلال الإيراني وهيدا واضح عم نحكي هون العراق الحشد الشعبي الحوثيين في اليمن وما هناك من ناحية التدريب ومن ناحية السلاح ومن ناحية التواصل هيدا غير ما حصل من مشاغبات في بعض الدول الأوروبية أيضا وتحول إلى دولة ضمن إطار الدولة اللبنانية أمام عجز الدولة اللبنانية لوقف هيدا التوسع اليوم رجعنا شفنا أنه من بعد اللي صار خلال هالمرحلة اليوم حزب الله يتضاقل على الصعيد النضالة والميدانة بمجمل تكوينه إن كان التكوين الاجتماعي الصحي الميدانة العسكري السلاح وغيره هلأ معالي الوزير البعض يرجح أو يقول أنه قضية أو عملية البيجرز هي اللي أضعفت قوة حزب الله في البداية وهي اللي ما كان متوقع وهيدا شي اللي خلى أجهزته تضعضع وما يكون فيه هذا خلينا نقول التواصل مع بيئته لحتى ما يكون فيه هيدا التقصير شو بترده على هالموضوع؟ أكيد هو المفجآت العسكرية المتتالية اللي صارت أثرت نوعيا على حزب الله من ناحية من ناحية الإمكانات من ناحية المعدات ومن ناحية العديد كمان أيضا الواضح إنه المفجآت المتتالية هي قدت كمان معنويا إلى ضرب حزب الله على هالصعيد وإبراز أخطاءه اللي صارت من خلال منذ وجوده حتى اليوم يعني هاي الأخطاء المتتالي اللي صارت بذكرك الخطيئة اللي كانت أوضح شيء كانت 2006 بس كانوا بس أيلوا لو كنتوا أعلم واليوم بـ 2024 لو كانوا يعلموا شو كان رح يصير بلبنان ككل والنتائج اللي بدت تصير اليوم ما كنا فكرنا هيك تكونوا واضحين اليوم بسنة الـ 82 وبسنة الـ 2006 يعني بجميع الحروب على الجنوب لم يشهد الجنوب هكذا نزوح وما شهد هيك حرق للأرض الجنوبية منذ 1982 خلال الحروب المتتالية بالجنوب حتى بوجود الفلسطينيين بالجنوب ما صار هيك كانت الضيعة بعدها موجودة كانوا أهالي الجنوب بالجنوب اليوم ما بقى في حدن الجنوب فارغ من الجميع ما بقى في شعب ما بقى في ناس ما بقى في أرض تقريبا مثل ما قلت حضرتك من ناحية القصف المتتالي وخاصة تدمير البنى التحتية لحزب الله يلي كمان أثروا على المسيحات الزراعية وعلى أكيد المسيحات بسيحات الأرض أرض هالضيع هولي هو نسمح لبروفيسور يعني عن جد نوجه تحية تأدير واحترام لكل بعد مقاوم لبناني عايش بالبلدات القرى الحدودية تحديدا المسيحية يلي لا ناقة لها ولا جمل وما بد من الأول فوت بهذا الصراع ولكن للأسف عم تنضرب الصواريخ من بين المنازل اللي بعدها لليوم أبناء موجودة اليوم عم بيحكي تحديدا من رميش عين قبل قبل دبل وتحديدا أيضا لقليعة هالقرى الصامدة اليوم برأيك من يوصل صوتها يعني هي بتشعر بغبل بتشعر أنه اليوم يمكن الأقلية واقفين حدا شو بتقلن لها الأشخاص؟ اليوم على الصعيد المجتمع اللبناني في دعم كامل لضيع المتبقي في الجنوب وصير فيه إذا بدك تجميع للأهالي بمنطقة وحدي اللي هي غباش على الصعيد العام بدنا نخل بعين الاعتبار أنه دعم الجيش اللبناني لهالموضوع واضح بالنحية توصيل كل شيء اسمه مؤنات وتغزي وما هنالك وطبابة وأيضا كمان ما لازم ننسى العمل العمل المتواصل للكنيسة عامة على صعيد هالضيع دون أكيد ما نجيب كمان موضوع الدعم لأحزاب اللبنانية لهالمناطق خاصة باستقبال من ترك هذه الضيع وإجا والتجأ بهالمناطق الأمنة بلبنان فإذا العمل مستمر والعمل جماعي على جميع الأصعاد لتمكين هالضيع لإبقاء ضم إطار الإمكانات الموجودة على الصعيد الشعبي والاجتماعي والاقتصادي والطب والحياتي رح أنتقل معك إلى يعني موضوع الشيخ نعيم قاسم يلي عين مؤخرا الأمين العام لحزب الله بعد اغتيال السيد حسن نصر الله كيف قرأت كلامه الأخير لسيمة هو عم بيحكي عن شروط للتفاوض لسيمة أنه عم بيفتح يعني بعده باب الانتصارات خلينا نقول لبيئته كيف قرأت كلامه يعني الكلام واضح أنه كلام متعجرف ومتطاول على الجميع أولا على الجيش اللبناني وهذا أمر مرفوض كليا من قبل الجميع خاصة من السيديين بهالبلد وأيضا واضح أنه كلم لتضقيل الضغط على حزب الله وتضقيل أيضا الضغط اليوم اللي واصل وصله حزب الله على الصعيد وليرفع معنويات عناصر حزب الله على الصعيد العام يعني ما كان بيقدر يظهر ويحكي إلا بهيك موضوع لأنه واضح اليوم أنه الضربات المتتالية كانت موجعة وأكيد كمان كشخصية الأمين العام الجديد ليست على مستوى شخصية الأمين العام القديم يعني وفازا لملء هذا الفراغ اعتمد الأمين العام لحزب الله لغة عالية جدا ونبر عالية جدا بتعجف وفوقي على الصعيد اللبنانيين ككل وهيدا شيء نحن معتدين عليه وعرفين أنه هذا هو الخطاب والنهج لحزب الله منذ تواجده وخاصة من 2006 وما فوق كمان مرة برجع لموضوع الحقنة حقنة الدعم اللي كانت بواسطة اتفاق مرمخيل اللي خلته يتوصل إلى ووضع يده على الدولة بكاملها تقريبا وأكيد أنه ياخد هالتعجف وهالتخوين للجميع على الصعيد العام يعني اليوم في هذا الوقت اللي وصلنا لإله منذ هذه الصورة الضبابية اللي عم يعيشها لبنان على ما يبدو أبواب الحل مقفلة أبواب المفاوضات ما من على قدر المطلوب يعني إن كان دوحة إن كان زيارات هوكشتاين المتتالية إلى لبنان إن كان أيضا دور فرنسا في هذا اللعب كيف عم تشوفوا هذا الطريق هل هو بعيد الأمد بعيد المدى للوصول إلى حل توافق على الأقل بين الطرفين لحل النزاع يعني اليوم الجهود عم تتكثف وعم تتكثف لأنه أكيد أولا حزب الله وصل إلى أواخر تنقول المقاومته الميدانية على الصعيد العام إنه فيه فيه كمان حدود لهالموضوع تانيا كمان من هيك برأيك هو من يطالب أكثر يوم بتطبيق القرار يطالب من تحت لتحت أكيد تحت الطاولة للوصول إلى حلول عملية لإبقاء ما تبقى ومن ناحية تانية إسرائيل كمان ما ننسى إنه عم تدفع تمن اقتصادي شعبة اجتماعية على صعيد أولا النازحين عندهم بشمال إسرائيل وكمان على صعيد الضحايا اللي عم تقى عندهم يوميا من هالناحية هذه فإذا كل الأفريقاء متفققين على الوصول إلى حل والتسوية لابد منها ولكن اليوم الحلقة الكبيرة لحلقة الدولية من بعدها مستعدة لهالحل هذا مع أنه فيه جهود مكثفة إن كان من الخماسية منذ يومين حتى اليوم وكمان من ناحية المبادرات والتواصل بين إسرائيل وروسيا وروسيا والولايات المتحدة فإذا في وأكيد بوجود فرنسا كمشجع للموضوع لننتوصل إلى حلول عملية وتسوية على صعيد الأرض ولكن الموضوع توقيته بخلي واحد يضع علامات استفهام أولا ما بين إدارتين للولايات المتحدة إدارة بايدن واليوم إدارة الرئيس ترامب اللي جاي بعد 70 يوم وهيدا واضح أنه أنه خلل من هالنا ناحية هيدا مع أنه في مسابرة إلى وصول إلى عملية تسوية هل هالتسوية سوف تعطى هدية لبايدن أما سوف تعطى هدية لترامب أما سوف تحضر منذ الآن وتترجم عمليا أوائل 2025 بوجود ترامب هذا هو السؤال الكبير والسؤال الثاني هو هل يترى صار في وصول إلى حلول عملية بين إيران والولايات المتحدة وهيدا شيء أنا كتير باستبعده لأنه اليوم إيران بيوضع ضعف على الصعيد العام وخاصة من ناحية إرادة الفعل تجاه إسرائيل اللي كانوا مسرحيتين اللي صاروا خلال هالمرحلة القصف اللي صار ومن ناحية تانية في عنده بوجه اليوم رئيس جديد ليس بايدن لازم تتحضر له فإذا هل يترى رح تعطيها الورقة قبل ما يبلش بإدارته أما من بعد إدارته لتقدر تمكن وجوده ضمن هالإطار هذا ضمن الاتفاقية الكبرى اخدين بعن الاعتبار أنه حتى المؤشرات كلها عم بتدل أنه في حركة على الصعيد ما ننسى أنه رئيس الطاقة الزرية عم بيزور هالأربعة إيران للي ممكن للتوصل إلى حلول عملية ما ننسى الخطابات اللي عم تطلع والرسائل اللي عم تقطع من إيران للخارج وخاصة للولايات المتحدة حيث عم بتقول أنه هي مبادة شي اسمه سلاح نووي وما ننسى رئيس رسائل السلام اللي أطلق رئيس الإيراني خلال المرحلة ليس بعيدة عن موضوع السلام بعد أيضا يعني مقتل الرئيس السابق يعني عم نشوف على ما يبدو وكأنه هناك السياسة تتبدل في إيران في الداخل ولكن هل برأيك ستنعكس على الداخل اللبناني لسيما وأنه اليوم إيران ما كانت على قدر المستوى المطلوب من الدعم للنازحين من أبناء بيئة حزب الله إن كان من الرد على إسرائيل لما تقوم به من حرب غوغائية وهمجية على لبنان يعني حتى الرد عم بيكون خجول جدا من قبل إيران على إسرائيل إن بدنا نكون مطحين اليوم من الناحية السياسية والجيوسياسية على صعيد لبنان في عندك الحلقة الكبيرة لحلقة دولية عندك الحلقة الأصغر اللي هي حلقة البناطقية وعدنا عندك الحلقة الأصغر اللي هي لبنان أنا بالنسبة إليك الحلقتان هوليك مقلون كتير علون أهمية أكيد ولكن ليس لديهم تأثير إذا الحلقة اللبنانية كانت صامدة وكانت مسيطرة على الدولة اللبنانية فإذا أد ما نحن فينا نوحد أد ما نحن فينا نستوعب اللي صار أد ما نحن فينا نتوصل إلى حلول عملية ما بين الفئات اللبنانية كلها سوا الطائفة الشيعية ليس مزنبة يعني ما عنده أي مسؤولية بهالموضوع نحن عم نحكي عن حزب الله ونريد أن حزب الله يرجع إلى الدولة اللبنانية إلى كنف السيدة اللبنانية وينتهي من هالمغامرة اللي بيّنت أنه هي مغامرة خاطئة ومغامرة سوف توصل لبنان إلى المهوار وهيدا اللي صار لأنه أكتر من اللي عم بيصير اليوم ما فينا نحكي عنه إن كان كمان مرة عم بيحكي من الخسارة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والشعبية عنا تقريبا فوق 3000 ضحية 13000 جريح وما فوق عنا اليوم إنهيماك الدولة اللبنانية وما تبقى منها للسيطرة نوعا ما على هالحرب الضروسي اللي على لبنان ولازم نوصل لحلول عملية بأسرع وقت ممكن فإذا حزب الله لازم يتعلم من أخطاءه المتتالية منذ تأسيسه حتى اليوم عم بمرق بسرعة يعني من خطأ 2006 وخطأ اغتيال حسب ما بتقول المحكمة الدولية الرئيس رفيق الحريري إلى موضوع سبعة أيار ب2008 الحكومات المتتالية يلي سقطت العرقلة انتخاب العرقلات المتتالية انتخاب من استحاءات ومن تعيينات ومن إصلاحات على الصعيدة الاقتصادية والاجتماعية والشعبية كل هالأخطاء هولي اليوم وسطه لوقت يلي وصلنا إلى أكبر خطأ ممكن يصير يلي هو حرب 2024 يلي كانت مثل ما قالت حضرتك يفترض أن تكون حرب إسناد لغزة غزة ما بقى موجودة ولكن الحرب على لبنان بعدها قائمة ومستمرة يعني بعدك بروفسور ألان حكيم مصر على كلامك بأنه حزب الله مستعد لحرق لبنان تحقيقا لأجندات لأجندات إيران الإقليمية كمان مرة حزب الله الأمر الأمر ليس له الأمر لإيران وهذا كان واضح من خلال المبادرة اللي قامت فيها الدولة اللبنانية من خلال الترويكا بين رئيس نبيه برري والرئيس نجيب ميقاتي والوزير جنبلات يلي كانت كانت رسالة واضحة لإنهاء هالموضوع هيدا وبنتذكر كلنا رجعة إيران من خلال وزير خارجيتها والزيارات المتتالية والخطابات المتتالية أنه الأمر لها وبذكرك أنه آخر مد كانوا عم بيقولوا سوف نقاوم الإسرائيل حتى النهاية بواسطة حزب الله الإيراني عم بيقولوا أنه عم بيقاوم إسرائيل بواسطة حزب الله فإذا اللي عم بيضحي ويلي عم بيموت ويلي عم بيتعتر ويلي عم بيتشرزم ويلي عم بينشيل من ضيعه هو اللبناني وليس الإيراني فعواضح من هالمنطلق أنه الإيران عم بتقول العمر لي وهي اللي بتعطي الأوامر على الصعيد هيدا فإذا حزب الله اليوم بده يكون واعي كفاية للتوصل إلى تغيير هالرؤية تغيير هالمصار ورجوع إلى كنف الدولة اللبنانية يعني اليوم معالي الوزير إذا ما نرجع إلى السياسات الخارجية يلي بتطرأ ويلي بتأثر على لبنان اليوم بعد انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب قدير رح يكون إلو إنعكسات كما يقال إيجابية أو سريعة الحل أكثر من عهد الرئيس بايدا بدي يكون واضح بهالموضوع لو الحل بده يجي من الخارج يعني ما إلو ما إلو أي قيمة مضافة على الصعيد الداخلي رح أقلك ليش إذا ما كان فيه إرادة داخلية رح أقلك ليش لأنه عبد الناصر إجا وفل والحالة ظلت مثل ما هي إجا ياسر عرافات وفل وظلت الحالة مثل ما هي إجوا السوري وفل وظلت الحالة مثل ما هي إجوا الإيراني اليوم وغيره وإذا ما وعينا كلنا سوا يداً بيد بوحدة وطنية سيدي لحل لحل هالأمور ما حدا رح يساعدنا إن كان رئيس ترامب أما غيره أما غيره وخاصة مش هالأقوال إنه صهره وعديله والعيلة وما هنالك هيدا موضوع مصالح دولية مصالح أممية ولبنان على لبنان إنه يكون موجود ضمن إطار إمكاناته وكبره ومن خلال ضعفه إنه يكون موجود بهالتعاطي هيدا فإذا التطلع إلى الخيرج وانتظار الخيرج دي إعطائنا حلول سحرية بدوم يمكن 6-7 سنين ونرجع نوقع بزياد المغليطة مرفوضة من مين ما كان يكون اليوم نرجع لازم يكون فيه اتكال داخلي اتكال بين جميع أفريقاء هالوطن يلي هنه مش شركاء ولكن مواطنين كلهم وفيهم مواطنة والتوصل إلى حلول عملية اليوم حماية الطائف الشيعية حماية الجنوب بتمر بحماية المسيحيين والسنة والدروز وجميع اللبنانيين كلنا بحماية بعضنا يعني الدرزة بحماية المسيحي والشيعي والسنة السنة بحماية الطوائف الأخرى وما هنالك يعني نكون نتعلم من أخطاء الماضي لازم نتعلم من هالأخطاء المتراكمة خاصة حزب الله يلي قام فيها من خلال توجهه الإيراني البحت ونحن عرفين إنه بحزب الله فيه توجهه لبناني أيضاً وما ننسى وجود حركة أمل ودولة الرئيس تبيه بره يلي عنده تأثير أه مهم جداً على الطائفة الشيعية ما بعتقد اليوم دولة الرئيس مبسوط بالجنوب يلي صاير فيه على صعيد المساحات الشاسعة الجنوبية يلي كانت أه أه ضمن إطار النمو والتطوير وتحسين البلد التحتية أه من خلال سنوات بواسطة دولة الرئيس تبيه بره اليوم مبسوط أولا شو حدا يجيبني بس لشو لأنه اليوم بس تعملي مقاومة بتعملي مقاومة على محتل ما بتعملي مقاومة عبر الحدود بين دولة ودولة وهذا كتير مهم وحد يخدها بعين الاعتبار المقاومة الفرنسية كانت ضد الجيوش الألمانية الموجودة على الأرض الفرنسية وما هنالك من مقاومات عامة بالعالم المقاومة الإيرلندي كانت ضد الوجود العسكري الإنجليزي بإيرلندا فإذا أنت نكون واضحين اليوم المقاومة اللبنانية كانت ضد مين عبر الحدود خلال القصف المتبادل بين دولتين هذا الموضوع ما بقى له أي منطق ما بقى له أي عبرة ما بقى له أي تفكير علمي من هالناحية وأكيد ما بقى فيه أي عزر للبقاء فإذا الحل والتسوي الأيتي مش بواسطة الرئيس ترامب أما أمريكا أما إيران أما مما كان اليوم الحل الوحيد واللي رح يوصل يوصل إلى تسوية على الأرض هو إعطاء سلاح أزب الله للجيش اللبناني أصلاً عم يعطيه للإسرائيل شيء ما أبى أحسن يكون عم يعطيه للجيش اللبناني بإيرادته بإيرادته عم نشوف يعني هذا القرار يلي بزيارة سيبقة هوكشتاين طالب بتنفيذه اليوم عم نشوف المطلب أكتر من جهة حزب الله لأنه بيعتبر الإسرائيلي نفذ هذا القرار بطريقته الخاصة هل برأيك يعني ماذا بعد القرار 1701 و1559 و1680 هالقرارات الدولية يلي للأسف ولا قرار منه نتطبق بلبنان القرارات الدولية من 425 حتى 1701 لا تعني شيئاً على الصعيد العام اليوم كل هالقرارات هولي هن من صميم الدستور اللبناني هن من صميم السيادة اللبنانية بس 1701 بيجي بيقلك اليوم ممنوع يكون فيه سلاح إلى سلاح الجيش هذا لازم يكون منطق اللبناني أولاً قبل 1701 وقبل الأمم المتحدة وقبل حيالة دائرة خارجية أما دولية فإذا من هالمنطلق هيدا اليوم لازم نتوصل برجع بإليك التسوية لن تأتي إلا بإعادة الدولة إلى ما كانت إليه يعني إلى إعادة الدولة على الصعيد السيادة واحترام الحدود الموجودة على الصعيد العام وبرجع بإليك الاحترام الآخر هو المهم على الصعيد الدولي فينا نقوم بالجيش اللبناني على الحدود الإسرائيلية بما ما قام به حزب الله بين خلال فترة 30 سنة على الحدود الإسرائيلية إلا جيبت الويلات والخسائر والحروب المتتالية والتهديدات اليومية فإذا الجيش اللبناني يمكن بيقدر الجيش اللبناني أنه يحط حد لكل هالمواضيع على الصعيد الأرض بروفسور حكيم يعني اليوم عم نشهد على زيارة للشيخ سامي جميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية إلى أمريكا شو المطالب يلي حملها ويلي اليوم لبنان بأمس الحاجة إلى تطبيقه اليوم حزب الكتائب ورئيس حزب الكتائب الشيخ سامي جميل يقوم بواجبه إن كان الحزب ورئيسه على صعيد العلاقات الدولية لأنه كلنا منعرف أنه الحلقة الكبرى هي الحلقة الدولية وبدنا نودي صوت المعارضة اللبنانية والحزب الكتائب بالأول أكيد والمعارضة اللبنانية ككل أنه لن نقبل بتسوية دون تسليم استلاع لن نقبل الرجوع إلى الواء لن نقبل أنه نقضل دولة ضمن إطار دولة تانية لن نقبل بوجود ميليشيات مسلحة على الأراضي اللبنانية بل نريد 1701 على جميع الأراضي اللبنانية وما ننسى 1701 تتضمن كمان 1559 اللي كانت واضحة من هالمنطلقة هيدا ما ننسى أنه الدستور اللبناني واضح من هالمنطلقة هيدا فإذا بدنا نحن لا سلاحة على الأرض اللبناني على أرض لبنان إلا سلاح الجيش اللبناني وانتهاء من هالموضوع الغير منطقي والغير طبيعي على صعيد دولة زوسية يعني اليوم إلى الملف أو المقلب الآخر وهو يعني للأسف اليوم مجلس النواب كما ذكرت أيضا يفتح أبوابه لمعالجة قضايا عدة إلا معالجة الاستحقاق الرئاسي في لبنان أدي براح يكون هذا الملف أو بتلاقيه أنه من الأفضل عدم انتخاب رئيس الجمهورية في هذا الزمن يلي بعد متأرجح في القرار السياد اللبنان أولا المجلس النية ضمن إطار عام كمان مخطوف من قبل القرار الإيراني تنكون مواضحين ودولة الرئيس بيبغي ما بيقدر على أكيد يقاوم هالموضوع ضمن إطار عام وعلى الصعيد السياسي من هالممطلع اليوم دون رئيس الجمهوري ومع مجلس نيابي مسكر ومع حكومة تصريف أعمال أكيد ما بقى في محاور للدولة اللبنانية على سعيد التسوية القادمة أما إذا بدك على سعيد النقاشات السياسية سوف تأتي من هالموضوع هذا الرئاسي مهم جدا ولكن الرئيس يريد يجي يعمل شو إذا الرئيس جاي مجرد رئيس ترقيع ليضع الحالة اللي كانت موجودة كمان للمستقبل هذا أمر مرفوض لأنه إذا رح نكمل هيك كمان رح نوصل لعدد سنين يمكن من بعض الاستقرار والوصول إلى أزمة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة كفى كفى حروب بلبنان كفى دمار بلبنان كفى دماء بلبنان اليوم بدنا نوصل لحلول عملية وتنوصل لحلول عملية لازم انتخاب هالرئيس يكون انتخاب زو رؤية مع خطة واضحة للمستقبل وهالخطة أكيد مش لبنان بس بيحطة بيحطة ضم إطار تلك الدائرتين الدولية والمناطقية اللي هي عندهم تأثير على لبنان ولكن لبنان لازم يكون عنده كلمته وهيدا اللي عم نعمله وهيدا اللي عم نعمله كحزب الكتيب ورئيس حزب الكتيب بإطار جوليته بفرنسا وبأمريكا عم بيوصل صوت المعارضة اللي عم بيقول لا لا رجوع إلى الوراء لن نكون كيف ما كنا لن تسيطر علينا الميليشيات ولن يسيطر علينا السلاح الغير الشرعي بس برأيكم اليوم يعني بعد ما بضبابية المشهد وعدم وضوح الرؤية هل من المستحسن انتخاب رئيس للجمهورية هل لا أم من انتظار هيك اللي تتبلور أكتر الأمور لحتى يكون الرئيس سيادة بامتياز القرار يعني بإيده عم يتنفذ ولا يستابع لجهة معينة بدي أكون واضح معك نحن كحزب الكتائب وكمعارضة عامتان لا نرتقي التوصل إلى رئيس توافق بين هلالأين لأنه من اعتبره رئيس ترقيعي بينما إذا وصلنا لرئيس توافق مضبوط ومع رؤية للمستقبل أكيد فإذا هذا واحد ولكن حسب المعطيات وحسب التواصل مع الخارج جميع السفراء وجميع الأشخاص اللي قبلناهن يريدون رئيس هلأ هل هالرئيس رح يجي مع هالرؤية هيدا اللي عم نجرب نتوصل له أكيد ما فيه إلا رئيس جمهوري هيدا أولوية عند الجميع بس أنا بس عم فرجي هالفرق الصغير إنه إيه رئيس ولكن رئيس مع رؤية ومش رئيس بلا رؤية أما رئيس بس مجرد ترقيعي برجع بزيد بعيد الكلمة على هالموضوع هيدا فإذا اليوم التوجه الدولي والتوجه المناطق هو وجود رئيس بأسرع وقت ممكن ومن هالمونطلق حزب الكتيب حاضر لهالموضوع ولابد إنه نتوصل إلى أكيد انتخاب رئيس لو كان فيه أولا كبول لفتح المجلس النيابي نحن مرح نقول لا على هالموضوع هيدا ما أتحفظ دا إنه يكون رئيس مع رؤية ومع وضوح بمستقبل لبنان أنا رح أختم معك بروفسور حكيم بما أنك يعني خبير في الاقتصاد يعني اليوم حصل مؤخرا مصرف لبنان وأعطاءه هل التعميمات يعني على دفعتين أو ثلاثة دليل شو برأيك دليل فشل تم مش هم بحكي عن مصرف لبنان اليوم ولكن هم بحكي عن السنوات السابقة أنا بذكرك اليوم أنه من خلال زيادة أحطيات مصرف لبنان تقريبا بمليار تنحسب قدر مصرف لبنان يعطي دفعتين وثلاثة للمودعين اللبنانيين تخيلي لو استعملنا الدعم يلي راح هدر وسرقة وفساد يلي هو تقريبا عشرين مليار شو كنا قدرنا نعطي للمودعين اللبنانيين لسوق الحظ نحن أبطال بالفرص الضائعة وبالتضييع الوقت بروفسور حكيم اليوم بقضية التمديد لقائد الجيش قدرنا نحن بأمس الحاجة إلى هذا التمديد وللمعارضين لهذا الموضوع شو بتقلهم؟ يعني أولا ما بفهم منطق المعارضين ولا بفهم رؤيتهم السيادية على هالصعيد خاصة إذا بدون يخيروا اليوم قائد جيش أما خلال مرحلة مثل هالمرحلة اللي هي مرحلة عسكرية تانيا إن كان الجيش أما إيادته أما قائد الجيش اللي عم يقوموا فيه عمل جبار على صعيد الاجتماعي وعلى صعيد العسكري وعلى صعيد مقاومة الشعب لأنه اليوم خشبت خلاص لبنان للمستقبل بارح اليوم وللمستقبل هو جيش اللبناني فمن هالمنطلق هيدا اليوم الثقة عمياء بالجيش اللبناني من الناحية الإدارية ومن الناحية الداخلية ومن الناحية العسكرية لأنه نحن بنأمن نحن كحزب الكتائب بنأمنين أنه تجهيز الجيش اللبناني كافي اليوم للقيام بما يتوجب عليه فإذا الجيش اللبناني كمان مرة هو شيء مقدس بالنسبة لللبناني وتهجم عليه أما وضع عراقيل مثل ما عم بيصير من قبل البعض كرمال مصالح شخصية وكرمال مواضيع فردية هو أمر مرفوض عاب أنه خلال هيك مرحلة دقيقة نكون عم نضطر لهالموضوع على هالمستوى هيدا بينما الدول والأمم عم بتقرير مصيرنا على الصعيد العام ونحن عم نتدول بأشياء بسيطة وكشور فإذا لا بديل عن الجيش اللبناني وإيادة الجيش والثقة عمياء بالقائد والقيادة يعني للأسف أنا بدي أشكرا كتير بروفسور على أمل نحن وياك بالحلقة أو المقابلة المقبلة يكون لبنان بغير ظروف يكون فعلا السيادة تعم سياج الوطن ويكون فيه قرار حر والسيد وتكون كل هالزيارات المرتقبة يعني إلى الخارج عندها وقع دولي فعال لينعكس على الداخل ويكون عندنا هذا القرار الحر شكرا أنا بدي أشكرك بروفسور ألا حكيم وزير الاقتصاد السابق وعضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية شكرا لألك على أمل متل ما قلت يرجع لبنان أحلى من مكان خلينا نقول شكرا لألكم مشاهدي الفضائي سرويو تيفي مستمعين عبر راديو سرويو أفآم ومتابعين عبر صفحة سرويو تيفي لبنان إلى اللقاء دايما بك الحرية موسيقى موسيقى موسيقى